هل أنت اليوم الدكتور مع من يقول بأهمية تدريس الطلاب في المدارس التفكير الناقض حتى نضبط هذه العملية؟ شوف في الحقيقة أنا أفضل أن يعبر في هذا بمصطلح مهارات التفكير يقرر مثلا منهج على هذا العنوان أو قريب منه ويدخل طبعا ضمن ذلك التفكير الاستطلاعي التفكير الإبداعي أو كما يعبر التفكير التأملي إلى آخر كلها تأتي في إطار ما يسمى بالتفكير الناقض لكن الحقيقة تركيبها الاستلاحي يناسب مفاهيمنا وفي إطارنا العربي وربما الإسلامي لأن الحقيقة التفكير استطلاعي تفكير الموضوعي التفكير التأملي مقبول لكن عبارة الناقض ربما كان عليها بعض الملحوظات وإن كان الهدف واحد في النهاية لكن المقصود التعبير والاستلاح صحيح لكن اتظلت لدكتور يعني عنوين عريضة وكبيرة جدا لما نقول التفكير الناقض أو الإبداعي كيف نفه هذا المصطلح بشكل مقنن وواضح طبعا أنا كما قلت لا أفضل عبارة التفكير الناقض ولكن أختاروا بدلا من ذلك المصطلحات التي ذكرتها قبل قليل نعم وأفضل الحقيقة إضاح لمعنى ما يسمى بالتفكير الناقض وأنتم تسألون عن ذلك صحيح وكذلك البدائل السابقة هو أن يقال بأنه التفكير بالتفكير بمعنى أقابل تفكيرك بفكرة أخرى قد تكون مستطلعة أو ناقدة أو مقاربة أو حتى مؤيدة أو غير ذلك المهم لا يكون تفكيرك مصادقا مصادقة الإمعا يعني منساقا تماما التفكير بالتفكير يخدم في التحليل والتقويم ويخدم أيضا في إثراء الفكرة ويخدم كذلك وهو الأهم لاحظ يخدم في تحصين الفكرة تحصين من أن يكون عنده ثغرة يمكن أن يتم تسلل الأفكار السلبية وبشكل تلقائي من خلال هذه الثغرة في التفكير ومن هنا تأتي خطورة عدم توعية النشأ من البداية عدم توعيتهم في هذا الأمر وهو ما تحدثنا عنه قبل قليل من المهم أن نصوغ عقلية النشأ صياغة سليمة ليفكّل تفكيرا سليما ولنستدعي الفطرة السليمة النقية القيم الموجودة في وجدانهم من خلال الأخذ بأيديهم للتفكير السليم والحقيقة عودا على ما سبق من المهم أن أشير إلى ضرورة مراعاة الفروق في المفاهيم والثقافات وخاصة عند استخدام المصطلحات في عالم العربي وحتى الإسلامي عموما يفهم الكثير من الناس يفهمون من عبارة التفكير الناقد أنه يجب أن تكون عندك فكرة ناقدة أن تكون ناقدا على طول يفهمون ذلك ويعتقدون هذا هو الأصل كما هي الترجمة الحرفية للمصطلح والفهم الحرفي للمصطلح وهذا غير صحيح المطلوب مني هو التأمل وإثارة الأسئلة من أجل الاستطلاع والتصور الشامل والتحليل الدقيق وليس لمجرد النقد كما تدل على ذلك حرفية السياق ترجمة نانسي قنقر